يعني عودة الكواتم إلى الواجهة في شوارع بغداد بماذا ينظر سيسرمد وماذا على الجهات المختصة وأن أقصد هنا جهات الأمنية أن تفعل في الوقت الراهن هيا لكم فقط شوية أعطيني مجال يعني خلنا نحدد الخلل وين يعني هذا انفلات أمني استهتار أمني أنا أسميه تسميات كثيرة في هذا الموضوع يعني مهما تكون أو مهما يكون الشخص البلوكر وغير البلوكر يعني برأيكم وين إحنا عايشين بزمن داعش لو بزمن طالبان لو بزمن أفغانستان قتل فورا عمي إحنا العراق إحنا أكومية أسلوب لعلاج الناس اللي يتوقعون بأنها مسيئة هيا وغيرها نسجنوا لكن اليوم هذا المنظر نقلته تعرفين كم قناة نقلته كم قناة فضائية نقلتها بالعالم يعني هذه رسالة أنه هذا العراق يعني يوم أنا أختلف فيه واحد أقتله أقتله مثلا أنا بالنسبة إلي ولحد الآن أكدأ أشوف بالقروبات من داي أيد هذا الموضوع أنتوا رب العالمين الوحيد اللي هو ياخذ الروح هنا أكو قانون الله نزله وأكو قانون كتب البشر في ضوء الدين اللي تمشي بالدولة زين البشر القاتل بالقتل المخدرات غيرها أكو أحكام واضحة بالقتل والحكومة هي من تنفذ هذا الموضوع حسب الشرع وحسب القانون اللي وضع العراق واللي دا نعمل عليه وفق الشريعة الإسلامية أما ما نقاني أي واحد أختلف إياه أو أي واحد ما يعجبني أداءه أو هذا إسلامي وذاكه مو إسلامي وهذا والله ما عرفوا مختلف إياه بالتوجه سياسة كذا وهذا سياسة كذا أذهب وأقتله بكاتم هذا مو بلد هذه فوضة برة عين المسؤولين عن الأمن اللي صار والله طلعت على إحدى القنوات من واحد داعش قلت أنتظرهم إذا ينهون موضوع الدراجات وفعلا ما نهوها للدراجات ما نهوها ولا انتهت ولا انتهت قصتها شوفوا إحنا الدراجات هاي وضعيتها هاي خطورتها هل من المعقول بأنه هذا حتى له خلاف شخصي حتى له خلاف شخصي الخلاف الشخصي ممكن أن يحل بالقانون حتى له خلاف شخصي أما أنت هسه هسه اليوم العراق كله 43 مليون نسمة يتكلم عن قتل أم فهد كل العراق يتكلم عن الأطلاق واحد يبعث اللاق فيديوهات وواحد يدس وذولا اللي بالخارج الآن واحد يبعث اللاق اللي بالخارج وهذا وشوف هذي قتلوها وهذي قتلوها برأيكم يعني هذا هذا شنو هذا شنو السمعة اللي يتوصل إني للعراق شنو السمعة اللي يتوصل إني هذه هسه راح القنوات تأخذها راح الناس المغرضين يأخذوها شوفوا العراق غير آمن شوفوا هذا وضع العراق احنا نعمل منا ونبني فتبيئة لطيفة منا من العمار من الخدمات ويركض السوداني ويركض فلان والنتيجة النهائية بأنه تشوفين يأتي عمل واحد ينهي هذا الموضوع كله للأسف يلا انطينا الحلم سي سرمت انطينا الحلم هو يأمل قتل في العراق صار يعني مسألة اعتيادية أو أن الدولة غير قادرة على حسر السلاح بيدها يعني هذه أول سبب هذا احنا صار كم سنة احنا من قلال قناتكم نحكي على السلاح لزين هسه التركي هذه هسه هاي الدراجة هم رقمة هاي الدراجة بيها رقام مو قالت الداخلية رح الرقم هين سين مو قالوا الداخلية الدراجة اللي متل تزم بالأنظمة المرورية أيضا تعاقب صار هذا الشي دخلي واحد من عدني يتحارش وابه دراجة حتى عشائريا يجون حتى عشائريا لو 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 جاي رونك سايد وضار بالسيارة هميا عشائريا يقعدوا وكتدفع فصل سين هسه هذا مين نعرف الدراجة تعاق دراجة واجت بالليل مين نعرف هاي الدراجة مين وضعيتها شنو مين اجت مين راحت وبه القلب البارد وقتل هسه تركي المرأة ليش ما عندنا منظومة كاميرات مراقبة بالشوارع متروسة بغداد كاميرات مراقبة أنا فقط أذكر حضرتك قبل أسبوع أو قبل فترة صارت هناك حادثة بين مرور وشخص قم بدعسه بسيارتي وهرب خلال ساعات وجدوا هذا الشخص إذن هناك شخصيات أو جهات تقف وراء أصحاب الدراجات تحميل ما هي هذه هسه أنت مثلا أنا اليوم يعني طبعا أنا حزين حقيقة حزين مو على شيء أنا لا أعرف هاي المرأة ولا شايفها ولا أعرف هي شنو إلان قاله بلوغر مرات اتصار عليها كلام من جهة محينة وهذه وسمعناه شفناه ما أعرفه لكن أنا ضد أسلوب القتل يا سيدتي أنا ضد هذا الأسلوب تماما لأن كلنا إحنا دفعنا ثمن بهذا الاستحتار ماشي أنت بختلف وياها عقائديا ماكو مشكلة تختلف وياها عقائديا لكن مو أقتل مو أقتل هروح أكو دولة هي مو أعتقد هي أعتقد دخلت بس جن فترة أعتقد دخلت بس جن فترة سيدتي وأيضا الساحل وياهم وخلوها أربع أربع تشهر أعتقد أربعة أشهر حسب ما أعتقد يعني كان المحتوى الهابط لكن أنا مان أجي أقتل أمرأة مهما يقتل مواطن العراقي يا أخوان الله هو اللي أنت الروح الله اللي ياخده لح حد يسمع وخالص قسم من الشباب والمنفذين لح حد يسمع كلام معين هناك من يتفعله أو هو يعتقد بأنه يتقرب إلى الله أو يعتقد بأنه مشكلة معه وبالقتل هذا سيد سرمد يا أخوان هذه أفكار مسمومة نعم أفكار لا تأثر على المجتمع ولا تأثر على العراقين ترى العراقي دي يخاف دي يخاف من هذا الموضوع ليس من المحقول يعني أنا هسا اليوم أنا رجل أطلع بالتلفزيون شلون يعني تريدين أعيد أقول نعم يجب قتل ما كل وحدة تطلع بلوغر أو فانشيز تخل نقتله أكيد ما نحرض على القتل ولا نؤيد سيد سرمد إذا حضرتك لاحظت الفيديو اللي نشرناه حاليا على قناتنا بأنه القتل وكأنه متمرس بعد ما قتل بعد ما قتل ناشرة المحتوى أم فهد أخذ ظروف الرصاص الفارغة ولذا بالفرار إذن هؤلاء يمكن أن يكونوا يعني مختصين بالقتل إذن هم مختارون بعناية من جهات معينة يا عزيزتي هؤلاء خطر على كل علي وعليت وعلى أخو وعلى أخوي وعلى أولادي وعلى أولادكم خطر دول خطر بالعراق هذا شغل الأجزاء الأمنية إذا ما يجأ الدولة فقط هي اللي حقها أن من خلال القضاء أن تقتص من فلان أو فلان يعني هذا هذا رأيي شخصي ولا أحيد عنه نهائيا ما أحيد عن هذا الرأي هذا رأيي أماما أنت تجي يعني أختلفه يا واحد أذهب أو أكلف لي واحد وأقتله هذه بس قانون الغاب بس قانون الغاب بس قانون الغاب وقانون هسا اللي كان مو هسا سيمكن أفغانستان تطورك زين أفغانستان وقير أفغانستان هاي اللي كان قطع الرقبة بالشوارع وحتى من زمن داعش وحتى شن الفرق شن الفرق زين لذلك هسا الآن يعني والله أنا أرى أنه الناس تصلوا بي من سعدين جدا وموضوع موضوع ما مقبول ما مقبول إحنا وين وأنا أرغفت يم الداخلية إحنا نقول منجزات ومنجزات يا أخوان حصر السلاح يا أخوان خلوا عقوبات على كل شخص إحنا إذا ما إذا أحدنا السلاح غير مجاز تعالوا عاقبونا عاقبو غيرنا عاقبو هاي الناس المستهترة شون هذا عبر من السيطرات والله أجي مرات أروح لقناتكم وأرجع لبيت أربع سيطرات بشارع حيفة أربع سيطرات أعبر من وحدة توقفني شون عبر هاي السيطرات البقية في زيونا وغير زيونا شون عبر هين شون ما قالوا لأ بابا هذا يجاستك إسلاحك هذه زين ما يصير سيسرمت الله يقول للأسف والله للأسف يعني هذا الموضوع إذا ما يتعالج ومن خلال تجديدات يعني أتمنى من السيد محمد الشياء أن يوجه الأجزة الأمنية بحملة سريعة ما نتعال أسجل لك الإسلاح وتطول سنة حملة سريعة مجرد تهديد يطلع بيان بالتلفزيون خلال 30 يوم كل من يمتلك سلاح غير مرخص في سلمة الدولة ما تطلب تتوسط بالمواطن يطيها فلوس الدولة تسحب السلاح من المواطن كلال 30 يوم من يوم قد إحنا راح نقوم بحملة التفتيش أي سلاح نجي نلقى ما مسجل أو ما عنده يصادر فورا لو يكون صاحب وزير بالبيت هذه القرارات اللي يتخلي العالم تلتزم بالنظام شوفي قالوا شوية كاميرتين خلوا ثلاث كاميرات كل العالم لا بستلج الإحزام هذا 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 وقع حال إحنا ما نجي إلا بأسلوب هذه سيد سرمت لو سمحت لإبقى معنا واسمح لي بأن أنتقل إلى الشهود العيان الذين تحدثوا للتغيير عن موقع اغتيال ناشرة المحتوى أنفهد في منطقة زيونة عن تفاصيل الحادثة مطالبين القوات الأمنية بتأمن المنطقة لعدم تكرارها مرة أخرى نحن من المنطقة نجينا لقى الموضوع مثل ما لقيت يعني أنه مفهد ميته ومعاربه ما نجي أبو الضبط وشفنا الفيديو مالته هذا هو يعني الحادثة حادثة خوفتكم بالمنطقة يعني هو شيء أكيد طبعا يعني أي واحد يعني يصوروا يا هيت شيء طبعا خاف يعني الوضع يعني بعد الناشرة القوات الأمنية أنه بتدخل بهذا الموضوع أنا أمود لي صوروا هيت شيء ثاني نحن من المنطقة طلاعت شفت عبد الراجي فاتم الناقي مضربها ثلاثة طلقات يمكن أن توقع وأربعة طلقات وفتح الباب وضرفة طلقات وراح والمنطقة يعني بها كاميرا بطلع التسجيل قصة شون الوضع الوضع الجهات الأمنية جوي دي يأخذون الزازة أرعبكم هيت شيء خبار بالمنطقة أي والله أيامان تهاش تسوي الله يرحمه إذن أرحب ثانية بالخبير الأمن سيسرمد البيات مرة أخرى هنبيك سيد الكريم سيسرمد تحدثت قبل قليل عن السلاح الملفلت ماذا بشأن السلاح المتنفذ هذا نفس لا لا المتنفذ تقفر جهات سياسية حتى أوضح لك جهات سياسية منه اللي ينطاهم هاي التصريحات عزيزتي منه أي بلد بالعالم مثل هاي الأسلحة الموجودة عدة منه ينطاهم هو أو سلع الأشائر الهوانات والمدافع والأحاديات هذا كله هذا كله ما مقبول في مجتمع مدني أنت نتبهي على توجه الحكومة الحكومة تريد تأمن خدمات للمواطن تريد تأمن سلات غذائية المواطن تريد تأمن نوع من الأمان بالشارع المواطن نوع من الالتزام المروري خلينا نلحق بركب هالدول العالمية نحن بالسبعينات كان أكثر دولة ملتزمة بكل شي في هذا الموضوع يعني نحن نتقدم إلى الخلف الدول تتقدم للأمام نحن نتقدم إلى الخلف ومن يقبل على هذا الموضوع ومن يدي يشجع عليه عيب هذا هذه المواضع اليوم هاي سادي المنطقة عدي صديقي هناك كلها مرعوبة كلها مرعوبة تبتكرين حوادث الاختيال غيرها وغيرها اسمها هم فاشستات وما عارب شنو ومحلليني سياسيين والله يرحماني شام وغيرها وغيرها وابني اللي ينضربوا وكلها وأصدقائنا اللي ينضربوا ما يصير ما يصير يعني دولة شنو بس فرحان يعني والله أنا وزير وأني فلان معرف شنو وشغلك بوين شغلك بوين بس فرحان نحن بالموقع هذا تمدح هذا الوزير ويجو النواب يمتحوه على ما يمشينهم شغلاتهم متواقعهم كافي كافي شوية شوية يعني اتكلموا ضميركم ضميركم خلينا نحارب الرشوة خلينا نحارب هاي المواضيع الأهمية المواطن ترى عندها الأمن مهم جدا جدا مهم وأني والله متألم يعني بالإضافة المرة ما أعرف الله يرحمها لكن هذا هسا الفيديو تعرفين كم قناة تناقلته كم قناة تتصلوا بي شنو هذي عملية تقتل وقنوات عربية ودولية يعني شوية جاوبين يعني احنا من الجهة نقول يا الله العراق متجه إلى حياة جميلة خدمات جسور طرق طريق تنمية طريقات ويجيب لك أنتو الأمن محافظي هاي لا شريك راح أطلو استوقفك عند هذه النقطة بما أن حضرتك ذكرت بعض الإنجازات الحكومية الأخيرة هل هناك من يحاول خلق بلبلة أو قلق أمني تنكيلا بالإنجازات الحكومية الأخيرة ليش هستيطي هذا هسا القصف من حق الكورمو في سليمانيا سليمانيا وين هي العراق العراق أنا بالعراق لقليمة أيضا بالعراق يعني هسا يتم مسيرة ضربتهم وصار ساعتين احنا دايحين مين انطلقتهم مسيرة ومين رعتهم مسيرة وشركة دانا غاز وغير دانا غاز وعيدهم عمال يعني برأيش دولة ما راح يتصلون بأهاليتهم يقولهم انقصفنا الطائرة مسيرة واحترق هذا وانقطعت الكاربا ووقفة امتادات الغاز وانقتلوا عندنا اربع عمال او ثلاث عمال هذي برأيش هل هم هناك اللي بالخارج سواء الصينيين او هاي ما يقول له اخي بطلوا ورجعوا للبلد هذي هذي شنو هذي هذي مهما يكون المصدر هذي شنو هذي مو مو عرقلة لمسيرة هذا هذا التقدم لا لا أبدا أبدا هاي مواضيع ما لها تبريرات سوى القصور الأمني هذا قصور أمني واضح وما حدي يناقش به وعيب علينا إذا نقول لا والله شيء إذا يرجع يقول لي والله احنا ما نسيطر صار ستة شرحنا مو قلنا وقف الدراجات مو قلنا رقم الدراجات مو قلنا أمنع الدراجات من المسير إذا ما تكون مرقمة مو قلنا يوقف بال يوقف بال بالإشارة حال حال السيارة ها يلا مينه قدر ينفذ نه وقلت لكم والله ذكرتها في إحدى القنوات ما تذكرها قلت لهم أتحداهم إذا نفذوا وكان على أساس الموضوع واحد ما عاشي يصير نسيين حيانه ما أكو قرار ديشيل هبدأ دواقفهم بالشارة أوقف تركب دراجة مو مشكلة بصين شايفة بأمري شايفة بكل مكان تراكو دراجات لا تصورينها بس يوقف بالإشارة الممر مالتي جانبي ما ما يقمس تيجي جيرونج سايد بالأمام العالم وصير حوادد أكلت يجرام أكلها بسخودة وجالس ويتقدم ويمشي وحزب الأصول حالة حالة السيارات مو متنها الفوضاء طيب سيد سرمت دعنا نبحث دعنا نبحث في الحلول هل هناك أهمية كبرالة ربما لتكثيف الجهد الاستخباري خاصة في المناطق المقتضمة مثل زيونة مثل منصور مثل كرادة نحن استشعرنا خير عن آخر عملية اللي قمت بها القوات الأمنية خاصة في البتاوين أمس بتاوين مو بس هذه مو بس هذه أنا أرى بأنه يجب تنفيذ الأقوبات الحقيقية يوم اليقتل يجب أن ينفذ بي حكم الإعدام حسب الأصول إذا حكم المحكمة وحكمة التمييز والاستئناف وانتهي الموضوع ينفذ بي حكم الإعدام على الشيء نحن نتظر والله العظيم إذا إذا تنفذ حقيقي ونقل بأنه فلان تنفذ بي لأن قتل أو لأن تاجر بالمخدرات أو لأن تاجر بالأعضاء البشرية والله هذا رح ستسبب صدمة لكل المجرمين يرون بأنه حكومة جادة إحنا مانا علاقة بحقوق الإنسان حقوق الإنسان مو بكل هاي السعودية مو عليها حقوق الإنسان مو تتقع الرقبة للقاتل مو تقصر يد السارق زيان هسنا ما نريد هي شي أريد حكم حسب الأصول وضفت القانون هاي حكومة هاي القانون القضاءات والمحاكم هي اللي صدرتها مو إحنا اللي يجبنا زياد لكن هسا أسألي أي عراقي والله اطلعوا انتوا استبيان أرجوش خلي مصور ومقدم يطلع استبيان قلت أي تنفيذ حكم الإعدام باللي يثبت علي القتل بالشوارع أو اللي يسلب أو اللي ينهب إذا أتحدى إذا ما تكون النسبة 99% أي يدون هذا التنفيذ ليش الحكومة ما تأخذ به ليش الحكومة ما تأخذ به من شنو نخاف إحنا نوضح العالم الحقوقي هذا إحنا ما تنضبط ما ننضبط الوضع العراقي العراقي دم حار العراقي ما ينضبط إذا ما يشوفها فعلا بالعرب نقول حديدة حارة فعلا العقوبات تنفذ هذا نبدأ شوية نلتدع بل كد نلزم نلزم نفسنا ونبدأ نخاف عن الحلول ماذا بشأن شراء السلاح بهدف حصر السلاح بيد الدولة هل حضرتك معه أمضد وأيضا أعطيك الوقت لتوجيه رسالة إلى المجتمع العراقي على اعتبار أن الخوف لربما قد يعم في أرجاء شوارع بغداد حاليا ما تطول ما تطول هذه الشغلة نعطيها سنة وتسعة أشهر هذا ما أعرف ما أعرف ما أعرف نعطيها بوابة وقور ويسحب ويبيع هذا الموضوع هذا أخي هذا الموضوع هسا الناس تبدي تهرب سلاح من الدول يجيبوه على ما يسلموه يبيعوه بسعر وفرق السعر ياخدوه لا عزيزتي هذا ما هذا الطبيعيان مننا لثلاثين يوم وهذه شيء عنده عنده 800 ألف كادر وزارك الداخلية زين وعدنا حسد كومه وعدنا جيش عراقي كومه أنطي ما أنطي مدة ثلاثين يوم 45 يوم كل سلاح غير مرخص أو سلاح تابع إلى أي جهة أي جهة يجي بأي رخصة والجهة تكون مسؤولة عنه أي سلاح وليس عملية صعبة نعم قبل فترة باجتماع رأس قلت لأني أنا مستعد أحط لهم خطة وخطة تكمل وشوية تعب على هل شوية خليه دعبون خليه حلون خبزتهم زين تفتيش مناطق واضح وبأسلوب كتمان سر فورا فجرا ينزلون عليهم على كل البيوت ما بيها أخي هذا الإسلاح أنا والله ووزير ما يخالف وزير هذا إسلاح ميل لك زين ما عندك إجازة حمل سلاح أيضا يؤخذ يؤخذ آني دا أقول يؤخذ خلاص ينفذ على الكل وأمشي أول ما يجب من المناطق الشعبية زين مو ينفذ على ذول المناطق الحضرية خطية ذول اللي ما يهاشونه ما يقاتلونه يعني الناس المسالمين لا 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 الكل يطبق عليهم القانون كأسنان مش سواسية كل يطبق عليهم ورب شوية إذا الكل شاف الحديدة حارة فلا واحد يفكر يتملص منها أو منها ثقوا وعتقتي ثقوا وعتقتي حتى السلاح التابع لكل الأجهزة المرتبة ما ينزلوا إياهم الاسلاح الاسلاح يبقى بالمسجب عزيزتي الاسلاح تعلمنا إحنا ضباط شنن نبقي السلاح بالمسجب بس يمكن الضابط مثلا مساعدة أمور فوج أو هاي مسدسة يستلمي يخليه بحزامه من يلبس عسكري زين من مدني ما شي المسدس ما شي المسدس من ألبس قيافتي العسكرية هذا الملاك مالتي مسدس ثمانية ونصف منلم أخليه ناب جيبي واتمشه بالقرب مالتي زين ما حد يقدر يتكلموا إياه نعم اسموه أنا هس شاي المسدس أو خسري تعال بابا هاي المسدس مثل هذا الدكتور اللي انكتل ما نتعرفين هذا المشاعد المغرب خطيئا انكتل أفضل دكتور بالعراق زين انكتل والله شنو مضايق لسيارة زين ضايقت لك سيارة طلع بالسيارة مسدس وكتل هاي بس بأيام بالالتشابو وكارلوس وهذه اللي بالمكسيك وبكولومبيا احتمالي يتصير بس الحمد لله وشكرة تصير بالعراق نعم أود أن أشكرك على انضمامك معنا سيد سرمد البيات الخبر الأمني شكرا جزيلا لجنابكم الكريم شكرا جزيلا